اشتركوا في القناة وسوف ندوسهم قريبا بإذن الله المانيا ليست المانيا الحنونة التي تريد اللاجئين من سوريا والعراق ومن لاجئين فلسطين في الشام وفي غيرها إنها أوروبا التي شاخت وهرمت وتريد طاقة بشرية ولا أقوى من طاقتنا البشرية نحن المسلمين أمة الإسلام العلمان يقولون في تقاريرهم الاقتصادية يحتاجون إلى خمسين ألف من الشباب الأيد العاملة ووصلهم الآن عشرون ألفا ويريدون ثلاثون وأكثر ليعملوا في مصانعهم وليس شفقة وليست رحمة للشام وأهلها ولاجئيها كذلك أوروبا كل أكثرها كلهم تقطر قلوبهم حقدا على المسلمين يتمنون لنا الموت ولكنهم فقدوا إخصابهم ويبحثون عن إخصاب عندنا سنخصبهم وسوف ننسل وسوف ننجب منهم لأننا سوف نفتح بلادهم رغم أنوفكم يا أيها الألمان يا أيها الأمريكان يا أيها الفرنسيون يا أيها الطليان يا كل من على وزن الطليان قلوا اللاجئين سنطلبهم منكم قريبا باسم دولة الخلافة القادمة وسنقول لكم هؤلاء أبناؤنا أرسلوهم أو نرسل لكم جيوشا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر